كانن الشرق الأوسط أرسلولي R5 و R6 وكذلك عدسة الـ 60 اليديدة الـ RF F11 عشان جربهم أعطيكم رأي بكل صراحة من غير أي مجامعات هذا الجزء خصصتك لكاميراة الـ R5 خلكم معاي في هذه التجربة قبل أن أبدأ أقول لكم على شيء آخر خمس سنوات كنت أستخدم كاميراة الـ 1DX في كذا مجال أو كذا نوع من أنواع التصوير هذه الكاميرا أول ما انزلت في 2016 كانت مميزة جداً وانزلت فيها مواصفات تتحدى الكاميرات الثانية وأكثر ما كان يميزها سرعة التصوير وسرعة الفوكس وكذلك أن تصوير 4K 60 فرايم وهذا الحلو في كانون أنه لانزلت تكنولوجيا تنزلك تكنولوجيا حق على الأقل من ثلاث إلى خمس سنوات لجدة وطبعاً حلو في كانون أنه فيها المتعة في الاستخدام هذه الكلمة ما نسمعها من ريفيورز أو يوتيوبرز نسمعها من مصورين اللي مستخدمين لكاميرات كانون تحس أن الكاميرا تفهمك وهي تفهم المصور وسهلة الاستخدام وهذا شيء وايد يميز شركة كانون الـ R5 والـ R6 باختصار الـ R5 تكنولوجيا يديدة ابتكار يديد قدمته كانون برفع سقف المواصفات وكذلك بسعر معقول وهذا كله يفيد المستهلك اللي هو المصور وهذه كذلك ميزة جداً مهمة يجب أن نذكرها في هذا الريفيور هذه الكاميرا فول فرايم بقدرة عالية على قراءة المنظر أو المشهد هاي سبيد سنسور ريداوت دايناميك رينج أفضل وقلل فيه الـ Rolling Shatter 45 ميجابيكسل تصور 12 صورة ميكانيكل و 20 صورة الـ Electrical بدون بلاكاوت بدون ما تشوف الـ Shatter ينزل في عيونك وهذه الميزة موجودة في الـ Viewfinder وكذلك موجودة على الشاشة والحلو في الموضوع أن لما صورت الـ Electrical الـ Shatter Silent أصلاً ما حسيت أني أنا صورت شيء فقط لقيت عندي تغريباً 80 أو 900 صورة فجأة من غير ما أسمع صوت الشتر أما بالنسبة لنظام الـ Focus يخرع نظام الـ Focus طوره فيه الذكاء الاصطناعي ذكي جداً ودقيق والحلو في الموضوع أنه 100% كفرج وهذه التكنولوجيا ما تعودنا عليها دلا إحنا نشوف القوسين اللي يطلع بالفرايم ماكوش يسمى قوسين أكو فيه السنسور كلها كفرج 100% الفوكس يقال معاك في جميع مساحة السنسور وبدون ما تضغط على الفوكس الكاميرا تفهم الموضوع اللي أنت تبي تصوره وتحط لك فوكس باللون الأبيض وبشكل دقيق جداً ولما تضغط الفوكس رايح يطلع معاك باللون الأزرق والفوكس يبدأ يتبع الموضوع بشكل جداً دقيق الشاشة طبعاً تتش سكرين تتحكم فيها وين ما تبي وهذه ميزة ما كنا نشوفها في السابق في الكاميرات اللي خنقول الفلاكشيب وتغير إعداداتها بالكامل من خلال الشاشة مو بس جذي فيها تتش شتر يعني تضغط على الشاشة راح تاخذ صورة من خلال التوتش نزين عمر تصور تايم لابس الحلو في هذا الكاميرا تصور تايم لابس بلت إن ما تستخدم لريموت كنترول ولا شي فيها نظامين نظام الأول الانترفل تحدد فيها عدد الصور ومدة التصوير وكذلك تصور فيها تايم لابس فيديو 8K UHD و 4K وكذلك Full HD تركب عليها كرتين الكرت الأول CF Express على أساس صور الفريمات العالية الفيديو 8K و 4K وكذلك تقدر تركب عليها SD Card UHS Virgin 2 عندما تطف الكاميرا شتر حماية ينزل على السنسر وهذا وايد شي مفيد عندما نصور بره يحمي السنسر من الوصخ وكذلك ما تلعوز كل شوية ما أخذ الكاميرا رايح منظف سنسرها وليأول مرة كانوا تنزل إماج ستبليزر مانع احتزاز بلت إن في الكاميرا شقال على العدسات اللي فيها مانع احتزاز والعدسات اللي ما فيها مانع احتزاز طبعا 5 أكسس 8 ستوب مانع احتزاز معناته واحد من أفضل مانع احتزاز بلت إن في الكاميرا على مستوى العالم بالنسبة لبطارية بطارية واحدة شحنتها فل استخدمتها تقريبا 4 ساعات متواصلة صورت فيها كلبات فيديو هاي فريم ريت صورت فيها تقريبا فوق الالفين صورة تقريبا ظل عندي شخطة واحدة من البطارية بالنسبة للفيديو صراحة صدمة نزلت هذة الكاميرا بمواصفات سينمائية هذة الكاميرا تصور 8K DCI RAW OLI IPP لغاية 30 FPS لغاية 30 فريم في الثانية طبعا فول فريم 12 بيت ريت شنو معنات 12 بيت أغلب الكاميرات تصور 8 بيت 8 بيت معنات 16 مليون color depth اللي هو RGB ال red والgreen والblue 10 بيت معنات مليار و 73 ألف لون في الفيديو طيب 12 بيت 12 بيت معنات 68 مليار لون تصور لك هذه الكاميرا تقدر تصوي color correction color grading وتطلع الفتج كأنك أنت تشوف شيء في السينمة في الهوليوود أو في نتفلكس وطبعا تصور 4K DCI full frame وكروب لغاية 60 فريم والمفاجأة الثانية نتصور 4K DCI high frame rate لغاية 120 فريم في الثانية كنا نحلم فيها أن نصور كاميرا بهالحجم تصور 4K 120 فريم تصوير بطيء تصوير بطيء مو بس شدي كانوا نزلت فيها ميزة 4K DCI تصور 8K وتعطيكها 4K high quality كل هذه المميزات بالفيديو الأوتو فوكس شقال فيها معاك سواء كنت في الفول فريم أو في الكروب في 8K ولا كنت في 4K high frame rate أما بالنسبة الموضوع الحرارة راح نتكلم عنها إن شاء الله في آخر الفيديو طبعا هذه الكاميرا فيها واي فاي وفيها بلوتوث وتقدر تشبكها مع التليفون وتنزل الصور اللي أنت صورتها كذلك تقدر تركب عليها باتري قرب عشان تعطيك باتري لايف أكثر جربت كاميرا جربتها بتصوير إعلان تصوير أطعمة تصوير منتجات يعني تقريبا جربتها في جميع المواصفات اللي أعلنوا عنها كانون أولا تصوير الوايد لايف يعتبر من أصعب أنواع التصوير دائما فيه تحدي في موضوع الفوكس دائما الكانات الحية ما نقدر نتحكم لا بإضاءتها ولا نقدر نقول حق فرضا نطير أو نتحكم في كائن حين نقول لها صف مني خنا صورك حيال برية من أصعب أنواع التصوير وأكثر شي جربت فيه لطيور لطيور صعب أنك أنت تصورها وتأخذ فوكس لأنها سريعة في الحركة كانون أعلنت بأن هذه الكاميرا تلقط الفوكس حتى على عين الطير فركزت على هذه النقطة وبشوف دقة الفوكس شوفوا معي بعض النتائج اللي طلعت فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر صراحة في السابق لم أكنت مقتنع بأن كاميرات الميرلس تنفع حق تصوير الوايد لايف والسبب اللي هو دائما الأوبتيكال أفضل من الألكتريكال ولكن مع تقريبا اللي قاعد تشوفه مقارب جدا للأوبتيكال فيو فايندر فطورت كانون في هذا النظام بحيث أنك أنت ما تحصل فرق وايد كبير بين الأوبتيكال والألكتريكال فيو فايندر كانوا معي شباب في تجربة الارفايف وصورنا فيها في كذا سيطوائشن صعب اقترح فيصل نومس أن نجربها عكس الإضاءة ويكون الهايلايت عالي وكذلك الشدوة جدا نازل هذه الظروف الكاميرا وايد تتعب في موضوع أنه تاخذ فوكس قوي ولكن صراحة طلعنا بنتائج جدا حلوة قدرت الكاميرا تاخذ فوكس سريع دقيق وقدرنا أن نطلع بنتائج جدا قوية هنا وصلت لنقطة جدا مهمة دائما المصورين الحياة البرية بحيرة بين أنه يختار كاميرا هاي ميجابيكسل فريماتها بطيئة وحساسية الآيزو تكون مقبولة أو أنه يختار كاميرا سريعة في الفريمات وميجابيكسل نازل وحساسية الآيزو جدا ممتازة ولكن مع الـ R5 دمجتها الثلاث مع بعض لاحظ بأن الـ R5 تصور هاي ميجابيكسل وتقدر تسوي كرب على راحتك فريمات سريعة توصل لعشرين فريم في الثانية أو 12 ميكانيكل وأدائها جدا ممتاز في الآيزو العالي وأزيد عليهم بأن الفوكس جدا قوي في ذكاء إصطناعي كفرج 100% وحتى بالفيديو الفوكس ذكي ويتتبع المواضيع بطريقة جدا ممتازة في تصوير الأطعمة والمنتجات دائما الـ Resolution مهم سواء فيديو أو فوتو جربت هذه الكاميرا في تصوير الأطعمة وكذلك المنتجات وسويت روح أني قاعد أصور إعلان وبشوف مدى تحمل هذه الكاميرا بالفيديو وكذلك بالصور وبشوف النتائج شون تطلع معي في تصوير المنتجات أنت محتاج التصوير بطيء محتاج بتريت عالي جربت هذه الكاميرا أخذت لقطات أخذ فيديو سلو موشن 8K 4K High Quality حاولت أني أطلع حق إنستجرام أقدر أعتمد فيه حق أونلاين الفوتج جدا نظيف وشفت على التلفزيون لقيت ما شاء الله أن صراحة الكاميرا يعتمد عليها في موضوع الإعلانات نفس الشي في تصوير الأشخاص جربتها طبعا 45 ميجابيكسل وايد شيء ممتاز في تصوير البوتريتز تصوير الأشخاص طلعت فيها نتائج جدا حلوة استخدمت معروفة من زمان بأن في تصوير الأشخاص جدا متميزة خصوصا في الاسكن تون العدسات اليديدة الـ RF اللي انزلت تشكيلة جدا كبيرة تقدر تستفيد منها في تصوير الأشخاص ضل فيها نتائج جدا حلوة وطبعا إذا عندك عدسات EF لازم تركب أدابتر مع Canon R5 وما رح تخسر أي رزولوشن أو حتى الفوكس ما رح تأثر معاك نهائيا نزين عمر شنو ملاحظاتك على هذه الكاميرا شنو الأشياء اللي بدك أننا كان نطورها في هذه الكاميرا من خلال الـ update أو من خلال أن الكاميرات اليهاية اللي ممكن تنزل أول شيء موضوع الحرارة يمكن وايد رفيوات شفنا أن الكاميرا تحتر كاميرا تحتر أي نعم تحتر لما أنا قصبت هنا تحتر في تجربتي الحقيقية لهذا الكاميرا ما احترت معاي ولا احتجت أني أنا أطفيها ورد أنطرها تبرد ورد أصور فيها لما لما صورت فيها 8K 27 دقيقة احترت معاي الكاميرا تقريبا 27 دقيقة ونص وأنا صراحة ما أحتاج أني أصور 8K 27 دقيقة وما أحتاج أصور 4K HQ لغاية نص ساعة أنا تصويري كليبات تمادي على هذه الكاميرا رح يكون كليبات إذا أنت تصور كليبات الكاميرا ما رح تحتر معاك إلا لما بعد تقريبا صورت أنا فوق الساعتين وكانت رطوبة وحرارة جدا عالية صورت تقريبا صور صورت فيديوهات 120 4K صورت 8K بعدها احترت معاي الكاميرا وأنا برا في رطوبة والحرارة كانت عالية وطبعا يا جماعة هذا شي طبيعي في أغلب الكاميرات الهايبرد الفول فريم أنك تصور فيها بدرجة حرارة عالية رح تحتر معاك بعد فترة من التصوير رح تشوف أنه بدأت كاميرا تعطيك ألام أنه ترى الجو حار والكاميرا بدأت تحتقل النقطة الثانية اللي ودي سوينها كانون بالأبديت اليديد أن هذه الكاميرا فيها مانع اهتزاز شقال معاك في 8K 4K وكذلك في Full HD ما عدل 8K رو ما فيها مانع اهتزاز ودي خلون أن الأوبشن موجود حق المستهلك أنه يشغل مانع الاهتزاز في 8K رو أو عند الخيار أن يطفي هذا الأوبشن أما النقطة الثالثة اللي وموضوع التايم لابس فيديو لما تصور تايم لابس فيديو تصور 300 صورة سيصبح 15 ثانية تايم لابس يصبح كونت دون على الصور ولكن ما يبين لك هذا الميزة بالأوبديت نقطة الرابعة موضوع الخط الأفق يهتز معاك أفضل من باج الكاميرات ولكن كانون يحلون هذا الموضوع بشكل أفضل آخر نقطة ودي أن كانون نزلون في الأوبديت اليديد أن يضيفون الـ Full HD 120 يعني أنت أنت عطيتني الحين 4K 120 فريم خل عندي أوبشن فول أستخدمها في الأونلاين آخر نقطة ودي أتكلم عنها في هذا الكاميرا كانون سوى تذكرون من 10 سنوات أو أكثر في 5D Mark 2 و 5D Mark 3 طبعاً كانت طفرة في عالم الفوتو والفيديو أتوقع أن هذه ستكون طفرة ثانية في تكنولوجيا الكاميرات سترى شباب ستذكرون كلامي سترى شباب فريلانسر ينتجون أفلام قصيرة بمستوى عالمي بمستوى سينماي وكذلك سترى شباب يبدعون في موضوع الإعلانات التجارية سترى شباب ينزلون إعلانات تجارية تظاهي وتنافس شركات الدعاية والإعلان طبعاً هذه الكاميرا تفيد لانتسكيبرز وبالدرجة الأولى الوايد لايف وكذلك الستريت فوتوغرافارز والبورتريتز يعني تقدر تقول أن هذه الكاميرا شاملة واحدة من أفضل الكاميرات وكذلك وكذلك في موضوع الفيديو من خلال تجربتي لهذه الكاميرا فعلاً هي طفرة في عالم تكنولوجيا الكاميرات خصوصاً الهايبرد هايبرد معنات تصور فوتو وفيديو بهذا الحجم أنت قاعد تاخذ مواصفاتها جداً عالية وبسعر جداً مقبول ليس لأني مستخدم كانون ولكن هذا كلام بعد تجربة حقيقية لهذه الكاميرا أشوفكم إن شاء الله على خير في الريفيو الياي اللي راح تكلم فيه عن كاميرا الار سيكس وكذلك عن عدسة الستمية الليديد الار اف افل افن أشوفكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة